بأن بهيئة البث الإسرائيلية تقول بأن بن يمين نتنياهو يتواجد في هذه اللحظات في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب ابقى معي أحمد جرادات أعود لرامز القاضي من إبل السقي رامز هل استجدت مطيات جديدة حول الأهداف الإسرائيلية والمناطق التي يمكن أن يكون طاولها هذا القصف الإسرائيلي صحيح حسام حتى هذه اللحظة وفدنا أن هناك هذه الغرات العنيفة كانت استهدفت مناطق طير حرفة وشمع وثلة أرمز ودير سريان ومرتفعات الإقليم وبيت يحون وأيضا كان هناك غرات استهدفت أطراف بلدات كفر ملكة وعين قانا وأيضا استهدفت هذه الغرات حرش كونين وأيضا المنطقة الواقعة ما بين زبقين وياطر وحداثة بالعديد من الغرات إذن هذه الغرات تشير إلى تنفيذ عشرات غرات في وقت واحد وفي وقت متزامن أما بالنسبة إلى المناطق أريد منك أن تعيد هذه المناطق وأسماء هذه البلدات التي تعرضت للقصف الإسرائيلي لو سمحت إذن هذه الغرات بحسب ما أفدنا منذ بعض القليل وأنا معك مباشرة على الهواء أنها استهدفت بلدات طير حرفة وشمع بلدة طير حرفة وبلدة شمع تقع بالقطاع الغربي بلدة طير حرفة تعرضت لعشرات الغرات نزحة معظم أهلها منذ بدء هذه المواجهات بالقرب منها هي بلدة شمع أيضا في القطاع الغربي وأيضا كانت تعرضت في وقت سابق فقط لكي نعرف جغرافية لمن لا يعرف جغرافية هذه البلدات وهذه الضيعة أو البلدات اللبنانية الواقعة يمكن القول أن طير حرفة هي من البلدات في الحافة الأمامية بجوارها أيضا بلدة شمع وأيضا كان هناك غرات على تلة أرمز وبلدة دير سريان ومرتفعات الأقليم وأيضا بيت يحون أيضا وهذه البلدات تعرضت في وقت سابق لغرات إسرائيلية لكن ليس لقصف شامل يعني بيت يحون لم ينزح معظم أهلها منها وأيضا غرات استهدفت أطراف بلدات كفر ملكي وعين قانا وهما كلها بلدات جنوبية وأيضا غرات استهدفت حرش كونين أيضا كونين تقع في القطاع الأوسط وهي أبيع الحافة الثانية يمكن القول وأيضا استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات زبقين وياطر وحداثة بالعديد من الغرات إذن هذه الغرات تشير إلى تنفيذ بحسب ما رصدنا وتبين الآن أنها غرات إسرائيلية كان هناك غرات متتالية يمكن الحديث عن غرات عشرات الغرات في وقت واحد في وقت متزامن في مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني وأيضا يمكن وصف هذه الغرات بأنها غرات عنيفة وسمع تردد صوت هذه الغرات في مختلف المناطق اللبنانية وصولا إلى البقاع والعاصمة بيروت يمكن أن أتحدث الآن أن لبنان بأسره قد استيقظ على أصوات انفجارات أو هذه الانفجارات العنيفة التي تردد صوتها في مختلف المناطق اللبنانية كذلك يمكن القول كما سبق وأسلفنا أنها غير مسبوقة بهذا الحجم ومن حيث أيضا تزامن هذه الغرات أيضا بالنسبة إلى فترة زمنية بحسب ما رسدنا هنا لم تهدأ ولم تتوقف الانفجارات لقرابة أكثر من عشرين إلى اثنين وعشرين دقيقة استمرت هذه الغرات وأصوات هذه الانفجارات التي نجمت عنها بشكل مستمر طيلة هذه العشرين دقيقة وأكثر وأيضا الآن أرصد من حيث نقف الآن في منطقة إبل السقي وهي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي هناك حركة نشطة في مختلف الطيران الأجواء اللبنانية وأيضا يمكن القول أن هذا الطيران الحربي تزامن وجوده مع سماعنا لتردد أصوات هذه الانفجارات في الأجواء اللبنانية رمز هل لا زل تستمع لهذه الأصوات لأن هيئة أو بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن الموجة الأولى من الضربات الاستباقية انتهت يمكن القول أنها منذ بدأنا هذه الرسالة منذ أكثر من 15 دقيقة هدأت هذه الأصوات لم نعد نسمع هذه الأصوات قرابة كان عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة فجر هذا اليوم استمرت هذه الأصوات بشكل متزامن لأكثر من قرابة 20 دقيقة يمكن القول أنه منذ قرابة 15 دقيقة إلى الآن هدأت هذه الأصوات لم نعد نسمع أصوات هذه الانفجارات أعود أسمعها الآن منذ قليل لا أعلم إذا كانت الكاميرا يمكن أن ترصد هذه الأصوات أصبحت بعيدة نسبيا هذه الأصوات لكن يمكن أن أعكد أيضا أن هناك طيران المسير يزال متواجد في الأجواء اللبنانية وأيضا حركة الطيران الحربي الإسرائيلي لكن هذه الأصوات كانت غير المسبوقة وقد توقفت نسبيا في لبنان ولم نعد نسمع هذه الأصوات التي تزامنت وترافقت بشكل مكثف وغير مسبوك يمكن فقط أن نشير إلى أنه في هذه الأثناء هناك حركة لطيران الحربي الإسرائيلي لكن ربما من المفيد أن نلفت إلى أمر معين إلى أنه لم نرصد قبل إذا ما كان هذا ما يقول الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن بدء هجوم لم نرصد قبل ذلك أقله من القطاع الشرقي أو من الجنوب اللبناني ولم يجري الحديث من قبل حزب الله رسميا عن بدء هجوم أو عن إطلاق صواريه وأنه نفذ